المسلسل موضوع الجدل يحكي حتى الآن قصة ثلاث سيدات تتورطن في الصرقة بسبب ظروف ما وفي إحدى حلقاته كان بعض شخص المسلسل تتقدمهم طفلة يبحثون عن طفل وأثناء تواجدهم بمحل لبيع معدات إلكترونية سألت الطفلة مستخدما بعين المكان هذه الجملة اسم يوسف شعر كيرلي وبيضان وحلو سبق للمشاهد العربي أن غزت أذنيه في سياق غير السياق الدرامي إنها نفس الجملة التي قالتها أم فلسطينية بغزة متلهفة باكية مكلومة تبحث عن ابن الله يسمى يوسف تبين أنه هو الآخر رحل مع من قتل في غارة إسرائيلية وبما أن المشاهدين العرب لم ينسوا بعد حتى الآن على الأقل مشهد مأساة الأم الفلسطينية وحرقتها فقد سهل عليهم الربط بين المشهد التمثيلي وما حاول محاكاته من واقع مأساوي لكن بطريقة شنيعة جرت على العمل وابلا من الانتقادات مخرج المسلسل صارع إلى كتابة اعتذار على حسابه بمنصة إيكس كتب يقول اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لأخواتنا مع نص المسلسل غير المقصود بالمرة لم ولن تكون القضية في يوم مجالا لأي شيء غير كل الدعم والاحترام وعطفا على المخرج بادر كاتب السيناريو بدوره إلى كتابة توضيح مع نشر النسخة الأصلية من السيناريو والذي كانت عبارته تقول بأن الطفل كان اسمه سيف أصمر كده شوي ولابس نظارة وأمام الفارق الكبير بين الجملتين طرح السؤال من قام بتغيير النص بهذه الطريقة المستفزة وبأي تغاية وبأي هدف رغم توضيحات مخرج العمل وكاتبه إلا أن سيلا من الانتقادات وجهت للعمل المصري انتقادات اتفقت في حدتها مساجنة أن يصعى القائمون على العمل للحصول على تراند بهذه الطريقة السمجة الفجة بل إن عبارة للسنكار صاحبتها دعوة بعض المتفاعلين لمقاطعة العمل وأخذ مسافة ممن أشرف على إنتاجه وإخراجه وتشخيص الأدوار فيه من الفنانين في قادم ظهورهم مجمعين على أنه لا تهاون على حساب آلام غزة